بحث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح مع السفير الأمريكي لدى اليمن سيفن فاجن عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ظل التطورات الإقليمية والدولية الجارية وتطرق اللقاء إلى الجهد المبذولة لإيجاد حل سياسيا للأزمة اليمنية هذا وهن المسؤول الأمريكي السفير أحمد علي برفع العقوبات الدولية عنه وعن والده الرئيس الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح